أشهد وزير الخارجية سمح شكري بمواقف البرتغال المتوازنة والدعمة تاريخيا للقضية الفلسطينية والجهود المصرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جاء ذلك خلال لقاء نظيره البرتغالي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن وتناولت المحادثات بشكل موسع تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث أكد الوزير البرتغالي دعم بلاده للدور المهم الذي تطلع به مصر وجهودها الحتيثة لاحتواء الأزمة في القطاع مشيرا إلى تأكيده خلال اتصالاته مع نظراء الأوروبيين على أهمية تبني موقف أوروبي موحد يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية وإطلاق عملية سياسية جدية للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين باعتبارها هي السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار في المنطقة كما أكد الوزيران على ضرورة إطلاق تحرك دولي فوري وفاعل وقف التحركات الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة والحيلولة دون الانزلاق بالمنطقة في صراع أوسع